المجلس الشورى من صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الشورى بهيئته الجديدة يأتي في مسار دعم رؤية مملكة البحرين 2030 ويعد واجهة تعكس عمل المجلس وجهود أعضائه ورافدا مهما للمعلومات والبيانات المتعلقة بعمل المجلس وأمانته العامة بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين الذي يعتبر سمة أساسية للعمل المؤسسي الناجح بما يرسخ مبدأ الشورى والاستماع للآخر ضمن إطار الانفتاح والحرية المسؤولة التي تشكل إحدى مقومات المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه حيث عزز جلالته هذا المبدأ وحث على ممارسته في التعاطي مع جميع الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتطور الرقمي في مملكة البحرين يشكل ركيزة أساسية وعلامة بارزة لجعل المملكة رائدة في استثمار الأدوات الرقمية الحديثة في دعم التنمية الوطنية طبعاً هذا الموقع الإلكتروني بهويته الجديدة يعتبر نقلة نوعية لما فيه منسمات تطويرية تجعل منه منصة إلكترونية متكاملة تتناسب مع مكانة مجلس الشورى كمؤسسة شورية رائدة طبعاً تم تصميم الموقع بما يتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية للمواقع البرلمانية وباللغتين العربية والإنجليزية طبعاً نحن فخورين اليوم جداً بانطلاق الموقع الإلكتروني المطور لمجلس الشورى واللي نعتبره هو بوابة للاطلاع على مجلس الشورى ودوره في العملية التشريعية وحالياً الموقع بصورة الجديدة يحتوي على العديد من الخدمات اللي نقدمها للمهتمين بالمجال التشريعي والإعلاميين وكذلك المتصفحين طبعاً من الخدمات الجديدة الموجودة في الموقع هي خدمة الجولة الافتراضية كذلك هناك خواصة عديدة نتمنى أنها تحوز على إعجاب المتصفحين